المستوى الشخص تعتقد من العفوزين خلي بالك فيه كمان جورجينيو جورجينيو أنا أقول تسعى التقييمات التقييمات على المستوى الفردي على المستوى الجماعي على المستوى البطولات كمان جورجينيو لو استعلى كده مع تشيلسي السنة اللي فات آه ما حصلش على البريميليجيك نقدم مستوىات رائعة كسب التشامنزليك مع منتخب الإيطالي كمان فاس ببطولة كبيرة اليورو 2020 خلينا أقول وجهة نظرك أو أنت تتوقع من الفوز بازير الجائزة أنه جورجينيو لو كان مراد أنه هو يحقق حاجة في البالوندور مش هيددوله بتاعة أوروبا كانت المسألة واضحة كده كفاية جائزة آه لا كفاية جائزة واحدة لأنه حتى يعني معشي هو أخذ ألقاب مهمة أهم لقابين على مستوى أوروبا صحيح بالنسبة لمنتخباته بالنسبة للأنديادة والأبطال الأوروبا واليورو ولكن مش يعني أصاد المردود الفردي اللي بيقدموا الأسماء دي كلها محمد صلاح كريمي وحتى ليونيل ميسي اللي توج بلقب مع منتخب الأرجنتين وكان متوج بكأس مالك أسبانيا مع برشلونة السنة اللي فاتت أعتقد أن زورجينيو حصوصه مش كبيرة في البالوندور أنا لحد وقت قريب كنت بقول أن ليونيل ميسي هو يعني خلاص أن المسألة محسومة يعني لأنه خد لقب الدولي المنتظر اللي كان بقاله 15 سنة تقريبا عايز ياخده في نفس الوقت مطلعش خالي الوفاة مع برشلونة لا خد لقب مع برشلونة قبل ما يمشي ولكن فعلا البداية المتوضعة اللي حقا ما يعني ما حدش فينا في الخيالات كلها كانت أتوقع أن ليونيل ميسي يقعد 5-6 منشوات مع بريسان جمان بلا هدف بلا صناعة وبأداء متزبزب جدا وشخصيته في الحسم مش زي ما هي وكمان في مستوى محمد صلاح وليفندوفسك وكريم منزيمة الهائل في أول الموسم فأعتقد أنه المسألة يعني أنا متخالي أنها بتصوب في صالح ليفندوفسك اللي هو حقق ألقاب كتير فرديا ماشي بمستوى كبير جدا ومن الناحية الإعلامية والكوميرشيال أعتقد أنه في رغبة لتعويض ليفندوفسك أنه ما خدش البالوندور السنة اللي فاتت واكتفه بمنحه جائزة فيفا ذا بيست لأن البالوندور كانت ملغية بفعل لتداعات أزمة كورونا فأنا متخالي ليفندوفسك هو الأقرب للتتويج بالبالوندور ليفندوفسك طبعا بيقدم مستويات رائعة خلال العام اللي فات ومازال بيقدم بصراحة مع البيرن ولكن زي ما أنت قلت يمكن العملية بتبقى صعبة شوية دخول ميسي خروج ميسي وجود محمد صلاح في المركز التالي وأنا أقول دايما ولو محمد صلاح بهذا التقلق السنة دي أعتقد هو المرشح الأقوى إن شاء الله للبالوندور العام القدر طيب